هاتي المنظف والسلك والفرشة بتاعتك وتعلي معايا السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم فيديو جديد وروتين جديد من سوبر مامي يارب تكونوا كلكم بخير ما تأجليش كل حاجة للليل تلعيد من دلوقتي اعملي كل يوم حاجة هنركز اليومين دول على الحاجات اللي بتاخد مننا وقت ومجهود وطبعا اساسي البتجاز ما تزنقش في نفسك لحد اخر وقت وتفضلي تشيلي وتحطي بقى عموما في البيت كله الشغل ما بيخلص اللي تعرفي تنجزي دلوقتي يبقى تمام قوي خلاص رمضان قرب يخلص بتعود عليكم الايام بخير يا رب عملنا اكل وحلويات وصلصات وزيوت وترتشة وقالينا وبهدلنا البتجاز معنا خالص هنمسك اول حاجة البتجاز هنشتغل فيه حتة حتة هنشتغل في حوامل عيون سطح البتجاز نفسه والفرن والشبكة والصوج والبتجاز من كل حتة فيه حنظفها هات المنظف والفرشة والسلك ويلا بينا نبدأ اول حاجة هنشتغل فيها هي الحوامل عشان اول حاجة بنشيلها طبعا من البتجاز انا استخدمت منتج اسمه سيترس طبعا من كلكو عارفينه واستخدلناه كتير مع بعض قبل كده هنرش على الحوامل وحنشيل العيون كمان ونرش عليها ونسيبها ربع ساعة شوفي المنتج اللي رياحك خالص ما فيش مشكلة يعني مش بنقول حاجة واحدة هي اللي بتنظف فيه منتجات كتير بتنظف العيون كده بالشكل ده هنرش عليها نحطها في بولا ونرش عليها اي منتج منظف انت بتحبيه وعلى الحوامل برضو وبعدين نسيبها ربع ساعة هتلاقوا بقى بعض زيت وحاجات نشفت وحاجات اتحرقت وكل البتجازات معارض ان يحصل فيها الكلام ده فلازم ولابد يعني من تنظيفة عميقة شوية كل فترة احنا نضفنا مع بعض قبل رمضان علشان كده الموضوع هيكون سهل معنا جدا بس خليني اقول ان البتجاز بتاعك متبهدل جدا جدا دلوقتي وحالته صعبة قوي قوي ومليان دهون والدهون كلها نشفة ما فيش مشكلة خالص ابدائي بقى فيه على اقل ممكن تعمليه على يومين ما فيش مشكلة خالص ممكن تشتغل الحوامل بالعيون والسطح بتاع البتجاز نفسه في يوم عشان طبعا عندك حاجات تانية في نفس اليوم في باقي البيت او آآ يعني حاجات تانية وراكي وتخلي الفرن في اليوم اللي بعده كده الموضوع هيبقى اسهل واقفصت وكتير عملت كده قبل كده يعني ما فيش مشكلة مش لازم نخلص الحاج كلها في نفس الوقت لكن اهم حاجة انك تخلصيها بزمة ادعاكي بتنمير وزمة كده علشان الموضوع يخلص معاكي بسهولة وتلاقي نتيجة ترضيكي لما تخلصي لو عندك في سطح البتجاز بقع وحاجات محروقة رش عليها المنتج وبرده سيبيها من نص ساعة لساعة مفيش اي مشكلة الحاجات دي كلها حتدوب وتبوش كده وتلاقيها طريقة معاكي لما تيجي تدعكي طب لو عندك حاجات نشفة جدا على سطح البتجاز ومش ري تطلع بالسلكة او الليفة او الحاجة اللي تستخدميها مفيش مشكلة خالص عايزيه فيه ثلاث فورش بيتباعه عند محلات الادوات المنزلية فورشة سلك والفورشة التانية بتبقى خشنة شوية ممكن نستخدم بقى الفورشة دي بس برضه على خفيف كده وبالراحة علشان ما تجرحش اللي استلس على البتجاز اللي استلس على البتجاز بتاعي ده مط يعني استلس مط فيه مش اللي هو بيلمع المراية ده وبصراحة هو مريحني جدا هو نعم بيبصم يعني من اقل حاجة بيعمل علامات في في السطح بتاع البتجاز بس بصراحة هو مريحني كتير عن البتجاز اللي كان موجود قبل كده البتجاز اللي هو الاستلس اللي هو المراية اللي بيلمع جدا ده لا ده بصراحة بيريحني جدا وانضف كتير التاني كان بياخد مجهود كبير جدا علشان بعد ما نخلص تنشيف نعرف نخليه يلمع فكان بياخد مني مجهود كتير انما ده بالفوطة كده وبنضف ونشف بيبقى موضوع سهل وبسيط جدا وبيبقى معايا بالشكل ده حاول لو انت بتنضفي البتجاز ما تدخليش اي ميا او سائل تنظيف او اي حاجة بتحطيها جوه العيون علشان حتدواخك بعد ما تخلصي مش هتشتغل معايك بسهولة دم هي مبلولة بصوا نقعنا ده كده على ما خلصنا سطح البتجاز هنبتدي بقى ان احنا ندعك كويس جدا بفرشة السنان لو عندك فرشة اللي هي بتبقى نحاس دي خشنة شوية جميل سلك الموعين برضو اللي سلس بينفع جدا في العيون وهنبتدي نشتغل بقى حتة حتة يعني انصحك انك تشتغل الموضوع ده بخصوصا البتجازة على رواقة شوية ما يكونش وراك حاجات كتير وانتي مستعجلة علشان تنظفي بزمة يعني ما تكروتيش انا بالنسبالي ممكن اقول لك قسمي افضل ولكن الحاجة اللي هتعمليها هعمليها كويس جدا حتى لو حاجة بسيطة يعني لو خدت كل يوم جزء في الشقة اعمليه بالزمة وضمير شوية مش مشكلة خالص انك تعملي حاجات كتير في نفس اليوم عندك برضو فطر حتجهزيه وعندك بيت حتروائيه وعندك حمام حتنظفيه مش لازم بقى ان احنا نحط في اليوم حاجات كتيرة ونزود علينا مهام التنظيف والحاجات اللي احنا عايزين نعملها علشان ما نحسش ان احنا متضايقينه من كاركبين كده ممكن تقولي انا هقسم البتجاز ده على يومين بس بعد الفيديو ده لازم تحطي في دماغك البتجاز جدا وتقولي البتجاز بتاعي لازم ان اتضافه بالفيديو ده النهارده انا جاي اشجعك في اول تنظيفات قبل العيد علشان تبدأي الشبكة بتاعة الفورن الاستلس بيكون طبعا عليها برضو الدهون وطرتشة وزيود انا استخدمت للفورن ماكس الاوفن للفورن نفسه الصاج والبادي بتاع الفورن نفسه انما الشبكة الاستلس انا بستخدم فيها ماكس الملمع الاستلس برش عليها وبسلك الموعين الناعم بتبقى زي الفورن بالنسبة الفورن البتجاز طبعا مش عايز اقول ان كل البتجازات زمانها حالتها صعبة دلوقتي زي ما انتم شايفين برضو البتجاز كده مليان دهون قدامكم الفورن برش ماكس الاوفن بتاع الافران حلوة قوي واي منظف للافران هينفع معيك وهيجيب معيك نسيجة حلوة جدا هنرشه كده ونسيبه ربع ساعة على ما نخسل الشبكة والصاج بتاع الفورن وبعدين نرجع له تاني بسلك الموعين الناعم بلاش الاستلس عشان ما يجرحش الصاج بتاع الفورن كتير هيخربشه جامد بسلك الناعم وبعدين نبتزي ندعك كويس قوي هتلاقي كل الدهون اصلا بقت طارية جدا وسايحة ويبقى شكله في الاخر عندك بالمنظر ده حاجة كده بصراحة تفتح النفس هقول لك تاني اللي تنظفيه حافظي عليه مش معنى ان احنا نظفنا النهاردة خلاص نعرض عليها شهر بقى منعملش في الفورن حاجة خالص لا بعد كل اكلة لقيت حاجة ترتاشت حاجة رش رشة ومساحة على السريع كده الموضوع هيبقى بسيط وسهل بالنسبة لك وطبعا كل المتابعة اللي احنا كنا بنعملها قبل كده هي زيت اللي مخلية الشغل علينا دلوقتي سهل لو انت اول مرة تشوفيني واول مرة تتابعيني من اول وجديد يلا بداي معايا وحتلاقينا على مدار كل السنة مش رمضان بس بنتابع وحط ايدينا في كل حاجة علشان يبقى الموضوع سهل علينا الشبكة برضو رشيت عليها مكسل ملمع الاستلس على فكرة الموظفات دي انت ممكن تشتريها من فتح الله متوفرة جدا سيترس مكسل اوفن منظف الافران ومكسل ملمع الاستلس حلوين جدا وبيعودوا على فكرة فترات وشهور يعني عندي المراية بتاعة الفرن ما ننساهاش طبعا ان هو الازاز نرش عليها انا برش عليها خل وبريل بحب جدا الخل بيلمع قوي قوي الازاز كمان الغطب بتاع البوتاجاز من فوق ده مش عايزين خلص يبقى مليان دهون وطرتشة بعد كل اكلة فوطة كده محطوط عليها شوية خل وشوية بريل وتمسحي الازاز بتاع البوتاجاز هيبقى سهلة عليكي افضل ما تعودي طول النهار تنظفيها وهي مليانة دهون نشفة بقى لها شهور ده كده شكل بتجاز بعد ما خلصته بحب احط ورق فوين ان شاء الله فوش اي مشاكل يعني بس بيحميلي الصاق فترات كتيرة جدا سمعنا ان انت حتدخلي في حاجة عميقة تنظفيها تنظيف عميقة شوية غير التنظيف اليومي بتاعها ان احنا هنسيب باقي البيت لا طبعا شبابيك هتفتح والسرار هتتلتب عادي وارضيها هتتكنز من المكنسة الكهرباء مفيش مشكلة خالص الا ان الحمام والمطبخ لا لازم تركيز فيهم زيادة شوية يعني الحمام ما ينفعش ان انت خالص على اقل مرتين في الاسبوع تردفي التنظيف الي انا بعمله دلوقتي بالفيديو ده اللي هو البادي نفسه بتاع الحوض يتنظف كويس قوي البادي نفسه بتاع الطايلت من برة غير ان احنا بنستخدم الفرشة بتاع الطايلت من جوه البادي نفسه بتاع الطايلت كله لازم يتنظف من برة زي ما انتم شايفين كده الفاصل بتاع الاسمنت اللي بين الارض والطايلت نفسه لازم برضو يتنظف كويس قوي بالكلور ونحطه كلور ومنظف وننظفه كويس كمان لو عندك بنيو في الحمام لازم الحيطة اللي جانب البنيو تتنظف كويس جدا علشان بيكون عليها ترتشم من الصابون فبتجير كده وتعمل علامات في الحيطة فاساسي لازم تاخذ بالك من الحاجات دي على اقل مرتين في الاسبوع وكده خلاص ما عادش وقت على العيد ممكن تعملي مرتين في الاسبوع اللي احنا فيه ده الكلام ده في المطبخ وفي الحمام لازم تاخذ اللفة سريعة اللي هي بزمة شوية المطبخ والحمام مهمين جدا علشان يعني باقي الشقة من طنفية سجاد لغسل ستاير لمسح تراب كلها حاجات ينفع تتعامل عادي في اي وقت انما الحمام والمطبخ لو سهيتي عليهم الموضوع هيكون تيل عليكي قوي وحيتعبك جدا اللي انا لسه المنتج اللي لسه مريهولكو دلوقتي في المطبخ وحنا بننظف البوتاجاز الشبكة الاستلس اللي هو ماكسل الاخدر ملامع الاستلس انا بستخدمه بقى في الحنفيات طحفة جدا بينظف ويجب من الاخر اي تكلسات عندك حتى لو بقالك فترات طويلة جدا ما نظفتش الحنفيات خالص هترشي عليها وتسيبيها بس بديقتين كده وبعدين تبدأي بالسبونشة العادية خالص او سلك ناعم جدا وتبدأي تدعاكيها حتتبدأ معايك جديدة ما تنسيش المراية باب الحمام الصرامية بتاع الحمام مش لازم تخسليه خالص بالسبونشة ومية كتير ممكن البخيغة اللي احنا بنحط في خل على جنرال آآ على ممكن دي طول نرش بيه الحيطة كلها ونبدأ نمسح بالجوانتي الحيطة كلها من غير ما نرشه مية كتير ما تنسيش كل يوم تغير الفوطة بتاعت الحمام كمان بعد ما تخلصي خالص لازم تجففي الحنفية تتجسف كويس جدا اي ازايز للشامبو واي حاجة محطوط على المراية بتتنظف برضو عادي في التنظيف الاسبوعي بتاع الحمام ممكن في الاخر معطر وتبدا يترسش الحمام كله اهم حاجة الارضيات لما تخلصيها تتجفف كويس جدا عايز ااكد عليكي برضو على العلبة بتاعت الفرشة بتاعت الطويلت دي بتتنظف زيها زي اي حاجة في الحمام نخسلها كويس قوي وبعدين كمان بفوطة الحمام ونجففها كويس ونملاها كلور مركز جدا ونحط فيها الفرشة يوم كامل ده تنظيف اسبوعي سريع كده للحمام ركزنا فيه على كل حاجات اللي مفروض ننضفها في الاسبوع ونركز عليها من سراميك لارضيات نحط عليها كلور خام وشوية منظف وندعك بالفرشة ونسبع عشر دقيقة على ما نخلص بقي الحمام وبعدين نسحب الارض بالمساحة والنشف كويس قوي يكون الفيديو عجبكم مشجعكم حطي لايك الفيديو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته